دستور جديد في تركيا للمرة الثانية وبعد أقل من أربع سنوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن حاجة بلاده لدستور جديد يكون مدنيا حسب توصيفه يجب القيام بهذا العمل أمام أعين الناس وبمشاركة جميع ممثليهم بطريقة شفافة في حال توصلنا إلى تفاهم مشترك داخل تحالف الشعب يمكننا اتخاذ إجراءات نحو وضع دستور جديد في الفترة المقبلة ويروج أردوغان إلى أن الخطوة ضرورية لأن دستوري الدولة الأخيرين الذين تم تفعيلهما عامي 1961 و1982 سيغاف أعقاب إنقلابات عسكرية وأن مصدر مشاكل تركيا بالأساس نابع من هذه الدستير المعدة من قبل الإنقلابيين عام 1960 على حد تعبيره مضيفا أنه سيناقش هذه المسائل مع حلفاء حزب القوميين دون الإشارة لباقي الأحزاب بغض النظر عن حجم التغيير ليس من الممكن محو إشارات الانقلاب والوصاية التي غرست في روح الدستور معارض أردوغان اعتبروا أن تصريحاته ما هي إلا خطوة منه لضمان السلطة وتعزيز فكرة النظام الرجل الواحد كما أنها تأتي بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب الحركة القومية دولة بهجلي بإجراء تعديلات دستورية لحضر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لنزاعاته الانفصالية في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكاة صوت 6 ملايين مواطن يذكر أن الأتراك كانوا قد وافقوا على تعديلات دستورية عام 2017 قادة تركيا للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة وانتخب أردوغان رئيسا للبلاد بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة ملوك الشيخ الحدث